طيب اتصال عبدالله ذكرني يعني بأمور صراحة ما ينتبه لها بعض الناس في توتر العلاقات الأسرية داخل المنازل ولا أحد ينتبه لها يعني للأسف الشديد التعامل مع بعض بالذات البنات أو الأولاد العوانس والأبناء اللي ما تزوجوا أو ما توظفوا إلى غير ذلك أنا ودي أقول رسالة مهمة جدا أتمنى منكم جميعا أيها الأحبة الرفق بكل إنسان قد حرم من شيء يتمنى الله الله في الرفق بهذه النفوس المكسورة هناك نفوس مكسورة هذا محصة الوظيفة هذا مكمل دراسة هذه ما تزوجت هذه معها مرض هذه تخاف من مستقبل مجهول محروم من والدين محروم من خير مشاكل الفقر و ما يترتب عليها إلى غير ذلك من أشياء بعض الناس ما رزق بالذرية بعض الناس كبار و لا يزال مثلا ما تزوج إلى غير ذلك يا أخوان رفقا بهؤلاء الناس و لا تكثرون عليهم الأسئلة ها ما توظفت ما توظفتي ها ما تزوجت بنتكم ما تزوجت يا أخوان تركوا هذه الأسئلة هذه قلوب مكسورة مكسورة من فقد بعض الأمور التي هي موجودة عندك أنت و لذلك أنت ما تحس فيها و لا بد أن نستشعر حبنا لهؤلاء عدم سؤالنا لهم يا أخي إذا عندك وظيفة كلمني إذا عندك بنت حق ولدي كلمني إذا عندك شيء قبول بنتي في الجامعة كلمني أما أنك تقعد تسألني ليل و نهار ما لك حقية في ذلك تجرح شعور الآباء و تجرح شعور الأمهات و تجرح شعور الأبناء و تجرح شعور البنات مثل ما يسأل بعض الناس و أنت بتغيرها السيارة و أنت بتغيرها الجوال و أنت بتغير كذا طيب أنت عندك سيارة تعطيني ثانية يكلمني عندك أنت بنت ليه أولدي يكلمني أما أنك جالس فقط تحاسب الآخرين وتعاتب الآخرين هذا الذي أقصد قبل قليل ممن من أناس يرفعون الضغط في الحقيقة أناس فعلا لا يتقنون إلا رفع ضغط الناس وهذا في الحقيقة يعني تنغيص وتنكيد على بعض النفوس الأمر الآخر تعليق على كلام ابن عبدالله أنا أتمنى يعني من بناتنا ومن أولادنا وغيرهم أن يحذرون هذه الأكترونيات الألعاب الأكترونية أو الأجهزة التقنية اليوم تولد شيء من عدم القدرة والتحمل في سياسة التفاوض بعضنا اليوم ما يتقن سياسة التفاوض ما يعرف يفاوض ما يعرف يتفاهم ما يعرف يعني تخيل تتصل بك امرأة في استشارة ما يعرف ما يعرف تتفاوض مع الزوج مع أنها تشوف يتفاوض مع أصدقاء يتفاوض مع زملاء بعض الناس يعني التفاوضات مع الآخرين علنا بعضهم عندها قنوات التواصل وتقول والله ما هو بزوجي اللي بره هو زوجي اللي في البيت طبعا لا شك قد يكون العيب منها وقد يكون العيب منه لكن مؤلم أننا ننسى خيركم خيركم لأهله الأمر الآخر من كمال الجميل أن تصنع الجميل من كمال الجميل أن تصنع الجميل في نفوس الناس يعني حصلت موقف إيجابي لولدي كلمني الآن كلمني تقول والله يا بوفلان والله النعم من أوليدك أما أنك فقط تنتظر أن يوم أولدي غلط ذيك الغلطة كلمتني أعوذ بالله و أعطيك موضوع و رجاءا لا تنحرج و رجاءا لا تزعل و لا تحط في خاطرك و لا تفهمني غلط و لا يا برح و الله بفهمك غلط أسلوبك هذا أسلوبك هذا ما هو أسلوب جميل ليس العيب في النصيحة العيب أننا نرى مواقف إيجابية يعني الأم تنتقد زوجة الولد و فيها و فيها و فيها و قالت و فعلت طيب أنت لما تكلميني عن زوجتي على طول أكيد بتصير مشكلة بيني و بينها أكيد هذا مما لا شك فيه و بعض الناس اليوم للأسف الشديد ما يميزون بين ما يقولونه و ما لا يقولونه يعني ما يميزون طيب أنا سمعت كلام في هذا المجلس لا يناسب أنقله لزوجتي لا يناسب أنقله لعيالي سمعت كلام من أمي ما يناسب أنني أقول لزوجتي سمعت كلام من زوجتي لا يناسب أن أقول لأمي سمعت كلام من أختي لا يناسب أن أقول لحق أمي سمعت من أمي كلام لا يناسب أن أقول لحق أختي لابد أننا اليوم نحتاج إلى دورات تأهيل في فن التعامل حتى لا يقع عندنا هذا التنافر قطيعة و تدابر و شجارات و مشاكل و خلافات و نزاعات قبل البرنامج و أنا جاي أستقبل استشارات عندنا في زادة الحكمة تخيلوا رجل يقول المرأة راحت بيتها لها الآن ثلاثة شهور ما أعرف عن السبب ولا براضي تعلم السبب بس طلقني بس طلقني طيب يا أختي الكريمة ليس من الحكمة ولا من العقل تفعلين هذا و العكس صحيح رجل يترك أهله من عيد الفطر إلى الآن لا ينفق عليهم لا يتواصل معهم لا يسأل عن عياله لا 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 وينكم يا أمهات وينكم يا آباء وينكم أنتو ما تشوفون ولدكم زوجت عند هلها يا ما تشوفون يعني أنتم أن ولدكم الآن مودة زوجت بيت هلها من رمضان إلى الآن ما جات طيب تدخلوا أنتم و هناك أباء و أمهات حطتم على رأسي والله حطتم على رأسي لما جينا استشارة و يقول والله أبوي اللي قالي لازم أتكلمكم أمي جزاها الله خير اللي قالت لازم اتكلم فلان يا الله قبل على رأسكم فعلا هناك أباء و أمهات يبحثون عن الطرق و الحلول لأبنائهم و بناتهم